السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعين قناة علي برو تيك ان شاء الله تكونوا تماما بكل خير في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على طريقة نقل المحادثات او الدردشات الخاصة بتدبيق واتساب من الهاتف القديم الى الهاتف الجديد او نقلها من الهاتف الهاتف اخر زي ما واضح امام حضرتك طبعا الطريقة سهلة جدا وبسيطة وامنة بدون مواجهة اي مشاكل ان شاء الله فقط كل اللي عليه كتابة مع الشرح البسيط ده للاخر الشرح مع بعض اولا زي ما واضح امامنا ده الهاتف الجديد وده الهاتف القديم اللي احنا محتاجين نلقي المحادثات والدردشات والدردشات واتساب من عليه وللعلم الخط او الشريحة الخاصة بالWhatsApp موجودة هنا على الهاتف الجديد يعني حضرتك هتقوم بتركيب الشريحة على الهاتف الجديد بعد كده اول خطوة هتعملها هو انك يقوم بتثبيت تطبيق الWhatsApp على الهاتف الجديد من خلال جوجل بلاي او من خلال المتجر الخاص ولكن حضرتك هتقوم بتثبيت الواتساب ولكن بدون فتحه او التسجيل عليه لانك لازم تمشي مع كل الخطوات اللي هسكرها لحضرتك بدون تقديم خطوة عالة اخرى وده علشان الطريقة تكون فعالة وتنقل جميع المحادثات بدون مشكلة ان شاء الله الخطوة الثانية بعد كده هو اننا هنروح للهاتف القديم الموجود عليه محادثات واتساب وهنفتح الواتساب بعد ما بنفتح التطبيق زي ما حضرتك شايف دي المحادثات اللي هنقوم بنقلها الى الهاتف الاخر هنروح بعد كده للنقاط دي وهنضغط عليها وهنضغط هنا على الاعدادات وهتظهر معانا القائمة دي ولكن كل اللي احنا محتاجينه هو الدردشات هنضغط هنا على الدردشات وهننزل لتحت وهنلاقي عندنا الخيار ده وهو نقل الدردشات هنضغط عليه بعد كده هزهر معانا نقل سجل الدردشة الى هاتف اندوريد هنضغط على البد بعد كده بيطلب من حضرتك تنزيل واتساب على الهاتف الاخر او الهاتف الجديد طبعا هنسيب الهاتف على نفس الوضع ده بدون اغلاقه وبدون الخروج من التطبيق ونروح بعد كده للهاتف الاخر طبعا احنا هنا في الاول قمنا بتنزيل وتسبيت واتساب على الهاتف الجديد وده اختصارا لوقت حضرتك هنفتح هنا الواتساب ومن هنا هنختار اللغة العربية زي مواضح امامنا بعد كده هنضغط هنا على السهم ده وهنضغط هنا على الموافقة والمتابعة بالشكل ده وهنضغط هنا على سماح وطبعا هنقوم هنا بكتابة رقم الهاتف المسجل عليه واتساب وهنا بعد كتابة رقم الهاتف بنضغط على التالي وحضرتك هتتأكد من الرقم وتضغط هنا على نعم وهنا هيطلب مننا التحقق من رقم الهاتف سواء بمكالمة هاتفية او رسالة نصية هنضغط على متابعة وهنضغط على سماح وهنضغط هنا كمان سماح وهنا طبعا بيتم التحقق من الرقم وهنا زي ما حضرتك شايف اكتمل التحقق زي ما واضح امامنا وزي ما حضرتك شايف ظهر معنا نقل سجل الدردشات من هاتف اديم هنضغط هنا على متابعة وهنضغط كمان هنا على متابعة وهنضغط هنا على سماح وهنضغط هنا كمان على متابعة وهنفعل هنا الوصول الى الموقع وهنرجع بالشكل ده ونضغط على متابعة وهنضغط رجوع مرة تانية وزي ما حضرتك شايف ظهر معنا رمز القيو ار بالشكل الواضح امامنا فطبعا كل اللي احنا محتاجينه هو اننا هنروح للهاتف الاخر وهنقوم هنا بمطابقة ومسح رمز القيو ار الظهر امامنا على الهاتف الجديد وده من خلال اننا بنروح للهاتف القديم وبنقوم بمطابقة رمز القيو ار وده من خلال اننا بنوضع كاميرا الهاتف القديم على رمز القيو ار بالشكل ده وزي ما حضرتك شايف بمجرد مطابقة رمز القيو ار هيظهر معنا الشكل ده وبيطلب هنا من حضرتك البقاء وعدم اغلاق الواتساب على اي هاتف من الهاتفين وزي ما واضح امامنا جاري الاداد وجاري نقل الدردشات فطبعا هننتظر لحين اجتمال النقل والتحميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنا زي مواضح امام حضرتك تم الاعداد وتم اكمال اننا هنروح للهاتف الجديد وهنضغط على التالي بعدها هنضغط على متابعة ثم هنضغط على سماح ثم هنا هنضغط على سماح ونضغط هنا كمان على سماح وهنا حضرتك لو حابب تغير الاسم او الصورة الشخصية ما فيش اي مشكلة انا هنا هقوم بتغيير الاسم بعدها هنضغط على التالي وهنا لو حضرتك حابب انك تكون بانشاء مفتاح مرور وده لتسجيل الدخول ولكن انا هنا مش محتاج الكلام ده اختصارا لوقتك وهنضغط هنا على تخطي وهنا طبعا زي ما حضرتك شايف جاري التهيئة فهننتظر لحين التهيئة وزي ما حضرتك شايف تم نقل جميع الدردشات والمحادثات بدون اي مشكلة وبعد كده حضرتك هتروح للهاتف القديم بعدها وتضغط على تم ونرجع ونخرج من التطبيق بدون اي مشكلة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وتمنى اني اكون قدوا فقطة من الله وديرت افيدك وتمنى ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وطبعا تشرفني بالاشراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته